هذا اليوم حول إفريقيا اللي كانت ضمو الجمعية المغربية للمصدرين هو من أجل التحسيس بأهمية إفريقيا وأهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إفريقيا والمواضيع اللي هيتم التطرق لها هسا تم مواضيع الدكاء الاقتصادي ومواضيع تنمية البنية التحتية وفي هذا المجال هذا الوزارة التجارة الخارجية كذلك تساهم لا من ناحية طبيعة المواضيع ولا من ناحية هيكلة العمل على مستوى الدكاء الاقتصادي بالنسبة للإفريقيا فبشاركة مع المجلس الوطني للتجارة الخارجية الوزارة انشأت واحد من نظام اللي يقضح حول إفريقيا واللي هو كي الشغل حاليا طبيعة الحال كينتج الهديد من المنتوجات منهم دورية حول المشاريع المتواجدة في إفريقيا أو مشاريع لزوبورتونيتي دفاع واللي هي كتصدر نسبيا كل يوم هناك كذلك دورية كل 15 اليوم واللي كتهم تحليل تطور الأسواق داخل إفريقيا وهذه المتجات كلها كي تمتوزها بطبيعة الحال على الفعيلين الاقتصاديين الشي اللي كي ممكن بطبيعة الحال الرفع عملية قادرة الاقتصادية بنسبة لهذه الفعيلين هذا شنو التقدم اللي حقوا المغريب في هذا المجال دي تحقيق مجاة في الزيارات الملكية أولاً الزيارات الملكية هي زيارات اللي كتعطيه واحد توجيه على المدى الطويل والتوجيه على المدى الطويل هو أنها أفريقيا خاصة حدامتها لنفسها حدامتها للتعاون بين البلدان ديالها والتق في القدرات ديالها وبفضل هاد ثلاثة الركائز على ما أعتقد أنه يمكن نخرجه بشكل كبير من حالة التبعية للدكاء الخارجي ومجموعة من المسائل على ما أعتقد أنه هناك طاقات كثيرة في أفريقيا اللي لا اشتغلت بيناتها والتعاونات بفضل هاد الخطوط العارضة غنتجاوزوا العديد من العوائق منها عوائق مثل التمويل منها عوائق التنمية عوائق مدماج فبفضل هاد الملتقيات بالخصوص اللي كتجمع بين الفعالي الفريقة يمكننا نحققوا هاد هاد الأمال اللي هي ماشي غير أمال ولكن الصباحات ضرورة اللي نبغينا نفرو الشغل ورفع قيمة مستوى العيش بالنسبة للشعب الأفريقية